أهلا بكم يا شباب في الجزء الثاني من كورس إدارة حملات الفيسبوك يارب تكونوا استمتعتوا بالجزء الأولاني اللي تعلمنا فيه إزاي نعمل campaign لأي page وإزاي لو إحنا حابين نطلع ال reportات ونحلل campaigns بتاعتنا ونبدأ ال report اللي عميه في الجزء ده إن شاء الله هنبتدي نتعلم مقدمة سريعة كده عن إزاي نبتدي نعمل promotion لأي post سواء كان post ده فيديو أو صورة أو لنك موقع أو أي post اللي انت بتنزله في الصفحة أو كان العميل بتاعك اللي انت هتعمله promotion مينزله في الصفحة هنقدر نعمله إعلان أو campaign عن post المعين اللي انت هتختاره بس الجزء ده هيكون إن شاء الله يعني زي introduction كده وبعد الجزء ده هيبقى فيه بقى الجزء ال advanced هنبتدي نتكلم فيه عن promotion الخاص بالويب سايت وإزاي نحط pixel عشان نبتدي لو انت شغال في حاجة اسمها conversion وهنبتدي نتكلم عن موضوع ده بالتفصيل بس خلينا في الجزء ده نبتدي نشوف إزاي لو إحنا حابين نعمل أي promotion عن أي post مثلا لو كان صورة أو منشور انت ننزله على صفحتك تبدأ تقدر ازاي تبتدي تعمله campaign بكل بساطة نبتدي مع بعدينا عشان نبتدي نعمل أي campaign لأي post نفس الخطوات اللي احنا عملناها قبل كده بس هيكون الاختلاف طريقة الدفع هنبتدي ندوس على create add وبعد ما ندوس على create add هيفتح لنا نفس الصفحة اللي احنا لقناها لما جينا نعمل campaign لأول مرة هتلاقي هنا بقى اللي احنا كنا في ال page بنختار promote your page المرة دي هنختار post your postes بعد ما تختار post your postes هتختار الصفحة اللي انت هتعمل لها promotion وبعد ما تختار الصفحة هتلاقي هنا ظهر لنا option زيادة ما كانش ظهر لنا ما عجينا نختار نعمل promotion page ايه هو ال option ده هنا هتلاقيه ظهر لك كل postes اللي انت منزلها على صفحة الفيسبوك كل اللي عليك ان انت بتختار post اللي انت عايز تعمله promotion وبعد كده بتدوس contain هنجي مسلا على سبيل المثال post ده انا كنت لسه منزله النهاردة عن الكورس بتاعي على الفيسبوك وعمل offer ان هو بتسعة دولار هنختار الصورة دي وبعد كده هندوس contain طبعا اول حاجة هنبتدي نعملها هي الاسم بتاع campaign احنا دلوقتي بنعمل campaign خاص بدول ads.com وده اسمه post engagement بس البوست ده خاص بايه تعالوا بننزل نبص كده نظرة سريعة خاص بايه ده خاص بكورسات الفيسبوك هما الحقيقة كورسين فانا ممكن اعمل حاجة لطيفة لان انا منزل يعني الصورتين بتوع الكورسين في بوست واحد عشان نبتدي عارفين احنا بنعمل ايه نبتدي نسمي campaign بتاعتنا نخليها post engagement اختصار كده هوت وبعد كده هنبتدي نكتب فيسبوك او ممكن نختصرها fp كورس تمام احنا كده سميناه هتبتدي بقى تحط target بتاعك عادي جدا انت عايز في انهي بلد ويعني كل الكلام اللي احنا اخترناه قبل كده هوت يعني ممكن نعملها بطريقة سريعة مثلا هتبقى مثلا اه في ايجيبت ماشي اه وعايز اعملها ممكن نبتدي نتكلم دلوقتي مثلا في بوست ده بلاش ان يبقى ايجيبت اكلمكم شوية على target بتاع المحافظات لان هيبقى فيه جزء advanced خاص بال targeting على مستوى المدن اللي اللي انت هتتعصر ان انت تلاقيها اه في فيسبوك على سبيل المثال ممكن مسلا نختار ان احنا عايزين الكورسات دي تستهدف الناس اللي في اه كاهرة وتستهدف الناس اللي هي في اكتوبر وممكن نستهدف الناس اللي هي في اسكندرية زي ما انتوا شايفين احنا كده مستهدفين اربع مناطق يبقى الكورس بتاعي او الاعلام بتاعي هيظهر للناس اللي هي فين في اكتوبر وفي الجيزة وفي الكاهرة وفي اسكندرية تمام؟ ممكن نستهدف ان عايز الناس اللي هي عايشة في المناطق دي وعايز اللي هما من سن مثلا 22 سنة لحد في ما فوق يعني مش مشكلة وعايز يبقى عادي يا ولد او بنت او مش مشكلة وعايز اللي هما بيكلموا انجليزي لان الكورسات دي بالانجليش تمام؟ الانتريستس عايز اللي هما بيهتموا بالديجيتال ديجيتال ماركتينج وعايز اللي بيهتموا بالسوشيال ميديا لان الكورسات دي للماركتينج على الفيسبوك وفي البيهيفيور مش مشكلة وعايز اللي هما ممكن لو عايز اعمل ري ماركتينج لكل الناس اللي عندي على الصفحة او اللي هما مش كونيكتد بدل ادس بس بما ان احنا بنعمل بوست انجججمنت فانت المهم في البوست انجججمنت ان انت تعمل حاجة اسمها كونفرجن ان انت تعمل سيلز من خلال البوست ده بتعمل البوست ده عشان انها يستتفاعل معاه ويجي لك عملة عن طريق التفاعل اللي بيجي عن البوست فانا ممكن وارد جدا ان يجي لعملة من الصفحة من الفانز بتوعي اللي موجودين اصلا على الصفحة فانا هعمل لهم اعادة تسويق وهعمل للناس الغريبة برضو ففي الحالة دي هختار اول تمام هنا هنحط البوست انا في الغالي بخليها خمسة دولار في اليوم هنا بقى اللعب كله فيه عندنا هنا لو جينا اختارنا نظام الدفع هتلاقي اربعة نظام دفع احنا لما جينا نعمل بروموشن صفحة كان في نوعين بس كان فيه اللي هو بيتج لايك وكليكس لكن لما تيجي تعمل بوست انجاجمت او اعلان المنشور هتلاقي في عندنا هنا في بوست انجاجمت دي يعني هيحسبك على التفاعل لما حد يبتدي مثلا يدوس على الصورة لو حد يجي عمل لايك لو حد يجي عمل كومنت لو حد يجي عمل شير لو حد يعني بيتفاعل مع البوست بتاعك بأي طريقة كانت هتبتدي تتحسب عليه الابشن التاني هيحسبك على ان هو يوصل لك الاعلان بتاعك لناس مختلفين يعني الاعلان بتاعك مش هيظهر لنفس الناس كل يوم يعني انت ممكن اعلان بتاعك يفضل يظهر مثلا لنفس الشخص في اليوم او خلال اليومين ثلاث اربع مرات لا انت في الاوبشن ده لما تختاره هيوصل لك الاعلان بتاعك لشخص واحد بس الاوبشن التالت هو الامبريشن هو هيحسبك لما الاعلان بتاعك يظهر للناس سواء الناس دي تفاعلت معاه او لا الاوبشن الرابع ده هيحسبك لما حد يدوس على الصورة او يعمل اكشن هوا ايه الفرق ما بينه وما بين ال post engagement انت في ال post engagement وهو بيحسبك لما حد يتفاعل مع الصورة لكن انت في click هو حسبك لما حد يدوس على الصورة مش هيحسبك لما حد بيعمل كومنت ولا حد يعمل شير هو ادم حد ديس على ال post بتاعك هو خلاص كده هيحسبك على ايه على السوق على الاعلان اللي انت عامل انا بفضل ايه انا الصراحة بشتغل بكليكس بس زي ما انا قلت لكو انتو ممكن تعملوا اسبريت تيست للنظام الدفع اللي انتو عايزين طيب بنستخدم امتى اكتر نظام الامبريشن الامبريشن ده بيستخدموه لما يبقى فيه براند جديد او شركة جديدة عاملة منتج جديد او عاملة افتتاح جديد لها هي عايزة زي ما بتقولوا كده يغرق الدنيا كلها اعلاناته بقى اعلاناته ظهرة في كل حتة فهو اللي يفرق معي هو بيعمل حاجة اسمها الابارنس الابارنس ان هو بيعرف الناس بالبراند بتاعه عن طريق انه بيظهر الاعلان بتاعه على طول في اي وقت ومش مشكلة يظهره المين ومهم يبقى انت كل ما تخش صفحة الفيسبوك هتلاقي الاعلان بتاعه كل ما تخش الفيسبوك هتلاقي الاعلان بتاعه دي بيستخدموها في البراندات الكبيرة ولازم يبقى معها بودجت كبيرة جدا لان انت بتتحاسب سواء ازا كنت حد تفاعل مع الاعلان او لا انت بمجرد ظهور الاعلان خلاص انت بتتحاسب عليه تمام؟ فانت تعمل ايه دي على حسب العميل هو عايزه لكن لو العميل ما قالكش هو عايزه وفي الغالب هو عايز يعمل اعلان بالبوست بتاعه عشان الناس تتفاعل معاه ويجيله سيلز ومبيعات فانت قدامك اختيارين ياما تشتغل ببوست انججمينت ياما بالكليك تقدر تعمل سبيلترز زي ما انا قردتك قبل كده على نظام ده وعلى نظام ده وتشوف ايه اكتر اه نظام هو جايب معاك نتيجة وبتدي تكمل الكامبين بتاعتك عليه تمام؟ احنا على سبيل المسال مسلا في المرة دي هنختار مسلا كليكس وهختار ان انا عايز واحد سنت بالكليك بتاعي وبعد كده قدينا نسمينه هو خلاص كايرو اكتوبر وديزة هكتب مسلا فيسبوك عشان هيبقى عارف ان ايه ان ده كورس بتاعي فيسبوك تمام؟ وبعد كده هو زي ما انتم شايفين هنا البوست بتاعي فيه حاجة بقى الاول لما كنا بنعمل برموشن البيتج كان بيبقى على الشمال هنا مكتوب ان انت تكست عشان تكتب الاعلان اللي انت عايزه هنا بقى مفيش الكلام ده هنا انت الاعلان بيظهر لك زي ما انت منزل في البوست فايه اللي تعمله تتاكد ان انت منزل بوست مظبوط في الاوفرز بتاعتك في التفاصيل في كل حاجة عشان بعد ما بتعمله اعلان انت ما بتقدرش تعدل في البوست دوت بتلاقي معموله لك ما تقدرش تعمل ادت على البوست بتاعك فانت قبل ما تعمل اي اعلان تتاكد ان في كل حاجة مظبوطة وتتاكد من بتاعك وميبقاش فيها كلمة غلط عشان ما حانيش اضحك عليك وبعد ما خلاص انت خلاص قررت البوست ده تمام وزي الفل ما فيش اي غلط تبتدي تعمل ايه بلاس اوردر خلاص بلاس اوردر عايز تعمل اعلان تاني البوست تاني هتدوس ايه كريات سيميلر اد وتبتدي تشوف انت عايز تعمله في كامبين جديدة ولا في نفس الايه الاد ست ولا تعمل في نفس الكمبين بس تغير الاد ست خلاص احنا هندوس كنتين عشان خلاص احنا مش عايزين ايه نعمل اي اعلانات تانية الا للبوست ده زي ما انتو شايفين ادي المنظر بتاع الاعلان من جوه تمام طيب دلوقتي احنا عملنا بوست للايه عملنا بروموشن لبوست وطبعا هو هياخد رفض لان انا حطت ايه الفيسبوك ويعني تفقى على عينين بس ما علينا احنا دلوقتي اتعلننا ازاي نعمل بروموشن للبوست عايزين بقى نبتدي نتعلم لو احنا دلوقتي مثلا عايزين نغير البوست دوت هنعمل ايه نفس الموضوع هنخش جوه الاعلان بتاعنا وهتلاقي كلمة ايدت وبعد ما تدوس على كلمة ايدت هتلاقي عندك ظهرلك الويندو ديت هتلاقي عالشمال هنا بقولك تشوز تشوز بيجي بوست تمام بعد ما تدوس على تشوز بيجي بوست هتدوس هنا على السهم دوت هايزهيرلك كل البوستات انت بنزلها على الايه الفيديو تعتك على سبيل المسال ما اختار مسلا البوست ده خلاص انا عايز البوست ده يبقى مكان الاولاني يبقى خلاص هدوس سيف كده هوا يعمل لك ايه هيعمل لك ريبليس للإعلان الموجود غير لك البوست من تاع فيسبوك اللي احنا كنا عاملينه خلت تاع ايه اليوتيوب لكن لو انت عايز تعمل الاعلان ثاني هتدوس على كرية similar add وبعد ما ندوس على كرية similar add هندوس على change add set عشان يعمل لنا add set جديدة تمام بعد ما تعمل الاد set جديدة هتعمل نفس الخطوات هتبتدي تغير الاسم بتاع الاد set بتاعك وبعد كده هتبتدي ايه كأننا يعني نفس اللي احنا عملناه في الاعلانات قبل كده هوت هي هي نفس الخطوات هنا تقدر تغير لانت عايز تعمل على campaign جديدة ولا نفس ال campaign وهنا لو انت عايز تعمل add set جديدة يبقى في ايه في اا يعني في نفس ال campaign وتسميني برضو الاد set بتاعتك وتختار ال post اللي انت عايزه تمام ونفس الخطوات اللي احنا عملناها قبل كده ما فيش اي مشكلة كده احنا تعلمنا ازاي نعمل promotion لل post تمام ودي كانت مقدمة كده سريعة عن promotion بال post في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل اا يعني التقارير نحلل post بتاعنا ازاي من campaign زي انا كنت عملها قبل كده هوت ونشوف ال report بيبقى عامل ازاي لما تبقى بتعمل اا promotion لاي post اشتركوا في القناة الفيديو اللي الف lact servers